تحدي الاستلقاء هو تحدي خطير يسير القلق لدى الأمهات الإيطاليات لأنه يتسبب في انتظار الموت تحت عجلات السيارة أهلا بحضراتكم في قناتي كل جديد حول العالم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حالة من القلق سيطرت على بلدة إيطالية بسبب تحدي جديد من نوعه يتبعه مراهق إيطاليا بالاستلقاء وسط الطريق انتظارا لمرور سيارة مسرعة قبل الابتعاد من أمامها في اللحظات الأخيرة ويبدو أن تحديات السوشيال ميديا الخاطرة لم تنتهي وأن تحدي الاستلقاء لن يكون الأخير خاصة مع انتشار التحدي بشكل كبير في بلدية تسمى دوفيرا بمقاطعة كريمونا بشمال إيطاليا وفقا لموقع تودي الإيطالي يتمثل تحدي الاستلقاء في الاستلقاء على البطن بمنتصف الطريق ويكون الزراعان ممدودتين بجانب الجسم انتظارا لمرور سيارة قبل التحرك من أمامها في اللحظات الأخيرة التحدي المجنون والخطير للغاية جذب الكثير من المراهقين والمراهقات في البلدة الإيطالية لدرجة وصلت إلى تقديم ميركيو باولو سينيوروني عمدة دوفيرا الإيطالية مناشدة لمواطنيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الدخول أبدا في هذا التحدي على الإطلاق وفي منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك قال رئيس البلدية سينيوروني أنه تلقى التقرير من بعض السكان المزعورين بسبب رؤيتهم لبعض الفتاة الصغيرات من البلدة يستلقين على الطريق في الظلام في انتظار مرور سيارة ثم يتحركن في اللحظة الأخيرة وأضاف سينيوروني مناشدتي ودعواتي إلى الصغار هي دعوة واحدة فقط انسوا الأمر فهذا التحدي خطير للغاية وأيضا هو تحدي غبي ونتيجة لهذه التقارير هناك الآن بحث للوصول لأسماء هؤلاء الفتيات التي يعرضن سلامتهن وسلامة الآخرين للخطر بسبب سلوكيات غير صحيحة وقد تم تفعيل الخدمات الليلية للشرطة المحلية في المنطقة لتجنب تكرار هذا النوع من التحديات الخطرة أرجو أن يكون الفيديو قد أفت حضراتكم بمعلومة وإن شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمة بإذن الله أترككم جميعا في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على المشاهدة ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة